السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا مرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن ماسيو بيري الفنان الامريكي المعروف وهو فنان امريكي وكندي وابن الممثل امريكي جون بينت بيري ماسيو لاج نيفورد بيري من موليد عام 1969 ولد في 19 اغسطس وتوفي في 28 اكتوبر عام 2023 وممثل امريكي وكندي وابن الممثل امريكي جون بينت بيري لعب دور البطولة بشخصية شاندرل بينج في المسلسل الكوميدي فرينديز على قناة NBC من عام 1994 الى عام 2004 وفاز عن هذا الدور بجائزة نقابة الممثل الشاشة للأداء المتميزة في رقم مسلسل الكوميدي زهرة بيري ايضا في برنامج المكبيل 2002 وحصل على ترشحات جائزة الايمي برايم تايم عن دوره في 2003 ورون كلارك ثوري عام 2006 كما لعب دور البطولة في مسلسلة استوديو ستين في منطقة الغروب والذي عرض على قناة NBC عام 2006 الى 2007 كان بيري مؤلفا مشاركا وكاتبا مشاركا ومنتجا تنفيذيا ونجما للمسلسل هذا لمستر سانشايد الذي عرض على قناة ABC من فبراير عام 2011 الى 2012 لعب دور البطولة كمزيع رياض رايم كينج في المسرحية الهدلية كوهون على قناة NBC شارك كبيري في تطوير وحياء المسلسل لهذا لذا وورد كوبل كوبل بي دور اسكار من دي سون الذي عرض على قناة CBNC عام 2015 لعام 2017 كان لديه ادوار متكررة في العمل الدرامية القرونية مثل الزوجة والصالحة والكفاح الجيد وتقمت شخصية ادوارد كينجي في مسلسل الدور الدرامي كينجي بعد كامليوت 2017 وشارك في مسلسل فرندس لم الشامل عام 2001 تعرض على مدار حياتي من الحوادث اولا عندما فقد جزء من اصبعه الاوسط من يده اليمنى والصغيره قال ان باب قفل على اصبعه بشدة هو في فترة الحضانة عام 2000 الصدم بسيارة البي بي دي بليو برواق احد المنادل ويمكن ملاحظة اثر على تركه في فمه بسبب درس العقل وافرط في استخدام المسكنات مما ادى الي ادماني لها عنا بيري من الادماني الشديد من الخدرات الكحول ومن خلال التعفية اصبح مدافعا عادة التأهيل ومتحدثا باسم الرابطة الوطنية المحترفين محاكم المقدرات وفي عام 2013 حصل على جائزة بطل التعافي من مكتب البيت الابيض للسياسة الوطنية لمكافحة المقدرات كتب مذكرات بعنوان ادقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب في عام 2022 ولد بيري في ويليام زوتاورون في 19 اغسطس يحمل بيري جنسيتين الكندية والامريكية ولدته سوزي ماري موريس لانغفورد قبل الزواج صحفية كندية والسكرتير الصحفية بسابقة للرئيس الوزراء الكندي بير ترودو والدة جون بيري من مواليد عام 2021 وممثل امريكي وعرض ازياء سابق تطلق والده قبل عيد ميلاده الاول وتزواجت والدته وبعد ذلك الصحفي كيس مورسون ترعى رعامات سولاد والدته في اوطوع انتوريو والتحق بمدارس سويس كارلتون السنوية وكلية اشبوري ابدأ خلال نشأته اهتماما بالتنس واحتل المرتب الاولى للعبين الصغار وكان قد توفي في 28 اكتبر عام 2023 عن عمر 64 عاما وسبب لفاة كان المخدر كينيا كيتيامين ومكان الدفن منتزى فروس لون التسكاري اقام في لوس انجلس طول حياته وكان موطن الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة لكندا الموطن الاساسي